الحكومة تسجل بارتياح الإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح دولياً اعلنوا حالة الطوارئ في السودان وحلوا مجلسي الوزراء والسيادة والانتحاد الافريقي طالبوا بالافراج عن جميع القادة السياسيين المعتقلين من قبل الجيش رياضياً وفي كلاسيكو مثير ريال مديد يتغلب على برشلون في المرحلة العاشرة من الدولي الاسطاني لكرة الحال نشرت والأخبار من كاب 24 بيتانشا أهلا بكم بتكليف من الملك محمد السادس وصل رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش إلى المملكة العربية السعودية ليمثل الملك محمد السادس في أشغال منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضنها العاصمة وسعودية الرياض اليوم الاثنين وذكر بلاه لرئيسي الحكومة نهتين تظاهرتين ستعرفان مشاركة عدد من قدة دول والحكومات ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركة العالمية ورؤساء ومنظمات دولية وممثلي المجتمع المدني بالمغرب دائما سجلت الحكومة بارتياح الإقبل الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح مؤكدة أن تحقيق المناعة الجمعية والعودة للحياة الطبيعية لن يتأتى إلا بالمشاركة الواسعة للجميع في هذا المشهود الوطني بلغ لرئاسة الحكومة جاء فيه أنه بعد أشراء المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل تشيد الحكومة بالانخلاط للمواطنين والمواطنات الذين استجابوا لهذا النداء الوطني وانخرطوا بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد ظهرس كورونا المستجد وتخبر الحكومة المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكو في التسعة عشر أنه بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح المؤقت وذلك لتمكنهم من الاستفادة من بعض الامتيازات التي يتيحها جواز التلقيح النهائي وتحسين الألوج لعدد من المصالح والخدمات تطلق وزارة الصخة والحماية الاجتماعية الحملة الوطنية التحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثادي وعنق الرحم ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية الخامس والعشرين من ومبر المقبل تحت شعر الكشف المبكر لحياتك حماية ولبالك راحة ووضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الحملة التي تندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029 تهدف إلى تعزيز التحسيس والتوعية بهمية الوقاية والكشف المبكر عن هذين السرطانين وكذا تسلط الضوء على المشهولات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها في هذا المجال بالرغم من ظروف جائحة كوفي 19 دولياً أعلن رئيس مجلس سيدة الانتقال في السودان الفريقة بفتاح البرهان اليوم الاثنين حل مجلس سيدة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد وأكد البرهان في خطاب بث هو تلفزيون سوداني الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد كما أعلن إعفاء الولاد في البلاد متعهداً بمواصلة العمل من نجل تهيئة الأجوال إجراء الانتخابات في البلاد وأشر البرهان إلى أن حكومة كفاءة وطنية ستتولى تسير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليوز 2023 وفي وقت سابق لعم أعلن الجيش اعتقال رئيسي الوزراء عبدالله حمدوك ونقله إلى مكان المشهول رفقة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بالصين فردت سلطات الصينية اليوم الاثنين إغلاقاً شمل عشرات آلاف الأشخاص في شمال البلاد فيما فردت حجراً صحياً على حي سكنياً ببيكين وطالبت باقي سكان العاصمة الحد من تنقلاتهم بسبب عودة الإصابات بالوباء وأعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس و35 منها محلية العدوى وذلك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ما يضع ستا صفر تسامح تجاه تفشي الفيروس أمام اختبار حقيقي في وقت تسعد فيه الصين لاحتضان أولمبياد بيكين الشتوية لعام 2022 رياضياً فز فريق الودادة الرياضي على ضيفي قلوب السنوبر هارتس أوف أوك الغني بستة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما مسامسية لحد على رضية المركب الرياضي محمد الخامس بدر البيضاء برسمي دورة تمهيدية ثانية دورية أبطال إفريقيا لكرة القدم يتاهل إلى دور المشموعات بهذا الفوز ضمن فريق النصور الخضر ورقة العبور ضمن الأندية التي نجحت في بلغ دور المشموعات من منافسات دورية أبطال إفريقيا وفي دوري الإسباني وبين الغريمين التقليديين عتل فريق ريال مديد الصدر بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلون يدفين مقابل هدف واحد في مواجهة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمسي لحد على ملعب كامبنو ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة التي شهدت أيضا فوز إشبدي على ليفانتي بخمسة هدف مقابل ثلاثة وجاء سقوط برشلون على ملعب كامبنو وسط حضور جمهري غفير بلغ نحو ستة وثمانين ألف مشاشع ليعمق جراحه ويحرمه من تخطي المركز الثامن في جدول ترتيب الليجة برسيد خمسة عشرة نقطة في حين قفز ريال مدريد لمركزي المفضل في الصدارة برسيد عشرين نقطة بفريق الأهداف عنيش بيديا وريال سوسيداز بالرياضة أيضا مشاهدين نصر ويكم إلى ختم هذا العبدالأخباري شكرا لكم على المتابعة لمزيد من أخبارنا وأخبار العالم زوروا موقعنا الإلكترونيكا بأذنك طائم أهداية أسبوع موافقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة